السؤال بعد كده بيقول زوجي دايما ما يتحدث مع أمي عن كل ما يحدث في البيت والعمل وهي تحكي كل ما تسمع للعائلة بأكمله وأنا لا أحب أن يعلم أحد عن حياتي شيء كيف أتصرف مع هذه المشكلة من رغم أني تحدثت كثيرا لزوجي ولكن لا فائدة من الحديث تذكري بقوله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها وقال له سر البيت دا مش من حقك أن أنت تنشره لأن دا أمور بيتنا وده سر بيني وبينك ولا يجوز أن أنت تنشر هذه الأسرار لأي سبب من الأسباب وقال له أن البيت دا له عرض وله كرامة وأن البيت دا محفوظ ولا يجوز أن أنت تفعل دا وسماعين لنا بقوله له دا أنت عايز البيت دا يستقيم ويستمر ولا عايز تعيش أنت على هواك حتى لو كان دا مخالفة لمراد الله سبحانه تعالى اتق الله في البيت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعود وبالمناسبة أنا بقولك أنت كمان عليك أن أنت تمسك لسانك كمان وما تكونيش بتعملي زيه بتروح تتكلمي عندي أهلك زي ما هو بيتكلم عندي أهله ويبقى البيت كله على المشاعة لو سمحتم احفظوا بيوتكم وخلوا بيوتكم في أمان لأن الكرم بتخرج من البيت بتتحول إلى القصص في عند الأهل فاحفظوا بيوتكم بسر الله وبسر أنه وجعل بينكم مودة ورحمة خليكم سكل لبعض وخليكم في أمان الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البيوت كلها في سكينة ومودة ورحمة ببركة هداية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دلنا على أن البيوت مليئة بمدد الله سبحانه وتعالى ولكن علينا أن نحن نحفظ سرها ونحفظ كمان كرامتها لأن البيوت كرامة فما نهنهاش لأن كرامة البيوت لو تهانت ويبقاش فيه كرامة لحد